أزمة حقيقية تلك التي يمر بها الواقع التعليمي في العراق فمنذ احتلال البلاد عام 2003 ومستوى التعليم في تدن واضح وانحدار كبير جعل العراق يتذيل ترتيب الدول من حيث جودة التعليم ما يزيد على عقد ونصف من الإهمال الحكومي لقطاع التعليم والفساد الذي ينخر كل مؤسسات الدولة كان كفيلا بتراجع هذا القطاع إلى أدنى مستوياته فقد كان الفشل والتخبط سمتين بارزتين للتعامل مع هذا الملف الحيوي التراجع الكبير واللافت في مستوى التعليم تكشف عنه مؤشرات جودة التعليم العالمي التي تؤكد أن العراق بات خارج التصنيف الدولي وكمثال على ذلك تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إن نسبة الأموية في العراق مرشحة للتضاعف كون الكثير من الفتيات في العراق لم يلتحقن بالمدرسة إطلاقا أو ينقطعن على الدراسة المدارس والجامعات كانت وما تزال في صلب هذا الإهمال حيث يكمل الكثير من الطلب دراستهم في بنايات متهالكة أو مباني تفتقر لأدنى الأساسيات رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي لا تجد طريقها الصحيح لأن الفساد ينخر المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها كما أن تولي أشخاص ليسوا بأكفاء وهم من خارج القطاع دفة الإدارة في تلك المؤسسات سبب الرئيس في هذا الفشل تدني مستوى التعليم في العراق كان من أسبابه أيضا الاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية من أشخاص متنفذين أو مرتبطين بجهات ميليشيوية ناهيك عن عمليات تزوير الشهادات والسياسات المتخبطة في التعامل مع التعليم الخاص والتعليم في الخارج والذي يكشف جانبا من الأزمة ولا أدل على ذلك من بدعة الدور الثالث وما يرافقها من فوضة تمتد لأشهر فيما باتت قضية المناهج المدرسية مشكلة مزمنة في الحقل التعليمي لا شك أن التعليم الذي يعد المؤشر الأهم لرقي المجتمعات وتطورها يأكس اليوم التراجع المخيف الذي يعيشه العراق على الصعود كافة وذلك في ظل سياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة وإهمالها لهذا الملف في بلد مثل العراق عرف على مر التاريخ بأنه بلد العلم والعلماء